وفي الشأن الفلسطيني تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أميني عام الأمم المتحدة أنطانيو جوتارش صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تنور مستجدات الأوضاع في قطاع غزة واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية محذرا من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وطيرتها الحالية بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة مثمنا جهود الأمين العام في هذا الصدد من جانبي أشاد جوتيريش بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء وأكد حرصه على التنصيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة